وفق مجلس النواب على مجمع المواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة كما نقش أيضا مجلس النواب في جلسة العامة عددا من مشروعات قوانين وطلبات إحاطة نتابع جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بالموافقة على مجمل مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة مع تأجيل أخذ الرأي النهائية إلى جلسة قادمة الموافقة على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده موافقة يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة تلى ذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن قرض إضافي لزيادة الأموال المخصصة لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية إحنا بنتكلم على أهمية الاتفاقية في أن الدولة المصرية بتتجه إلى رفع مزيج الطاقة المؤلدة من الطاقات الجديدة والمتجددة تصل إلى 42% فمثل هذه التفاقيات تعزز دور الدولة المصرية خاصة أن الطاقة المائية والطاقة قربة التي تتولد عنها لا يطلع عنها أي مبعاسات فتكون صديقة للبيئة هذا القرض بالطبع أنه بيمول مكون أجنبي محتاجينه مش ما عنديش أنا فبالتالي بيمول مكون أجنبي ده مهم جدا القرض منتج بمعنى أنه هو لمحطات تأهيل محطات المياه خاصة سد العالي وخزان أسوان واحد واثنين كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية على اتفاقي قرض مترو الإسكندرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مشروع مترو إسكندرية يأتي كمرحلة أولى للربط على منظومة الكطار الكهربي السريع ويخدم يوميا حوالي مليون راكب وهذا ينهي عقود طويلة في محافظة الإسكندرية من التكدس المروري وتكدس السيارات وأيضا التعديات على حرم السك الحديد وكان المجلس قد صدق خلال الجلسة على مضابط الجلسات من الخامسة والعشرين حتى الثلاثين كما تمت إحالة ثلاثة وثلاثين تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات اشتركوا في القناة